هلا هلا وان هوري توديي يلا بينا نبدأ مع بعض يانت ايد في جانير تو وبرضو بنفس طريق تأسيس مع المنهج وازاي نستعد نحفظ الكلمات بسهولة بان احنا نحطها في جمل وعملالكم النهاردة تجميعة لكل الكلمات مش بس كده الجديد معنا عاملين جمل عشان تبقى مثال لك على كل كلمة فياريت لايك جميل ودعوة حلوة كده منك زي الامر ونعمل مشاركة دوسي بس على كلمة مشاركة وشارك الفيديو على صفحتك ومرسي جدا لمتابعاتكم اكتبولي اسام الاولاد الشاطرين اللي بيتابعوني اول حاجة معنا انا هستعين ببعض السور برضو النهاردة لان محتاجة اوضح بعض الكلمات المتقربة للاولاد اول كلمة معنا بيقول لي مكتبة لبيع الادوات المدرسية كالعادة زي ما فهمتكم فهمت اولادي الامارات قسموا الكلمة عشان تعرفوا تقروها ادي هنا ستي ودي تي اي او تونتكشا نري لان احنا تعودنا معايا خلاص ان انا بحفز الاولاد عن طريق الصوتيات يبقى ستيشنري شاب طب بنجيب قواعد الصوتيات منين قلتلكم كزا مرة لازم القطب التأسيس كريزي انجليش المكملة لي لانها مجموعة رائعة فيها كل الجرامر اللي محتاجوا ستيب باي ستيب وكمان فيها قواعد الصوتيات اللي انا بقعد اقولها في الكلمات دي فاذا لما كون خدتها مع كتاب المنهج يبقى انا خدت كورس كامل وشرحت المنهج بطريقة الكورسات بمعنى ان انا مقراش الكلمة وانت تقولها ورايا لا دا احنا نقسم ونقرأ يبقى تي اي او بتونتك معي نشا يبقى ستيشنري شاب بحلة او مكتبة لبيع الادوات المدرسية وعملت جملة عليها زي زيس ايز ستيشنري شاب عندي كلمة ادوات مدرسة ادي سكول مدرسة عارفينها سي اتش بتونتك هنا كي وهنا اي لوحدها وتمزل وحدها بقيت سكول ايتمز زي زيس ار سكول ايتمز حطا لكم كمان بالمرة اهم الجمل وحطيتها في وسط الكلمات عشان اسهل عليكم وطبعا سيب الطفل هو ليقلف الجملة اللي تعجبه ويوريني الشطارة بتاعته والامر كده ويكتب الجملة هو يقلف الجملة اللي تعجبه يحولها لايه انجلش اول اداء معينا البن قلم جاب زي اي هاف تو او اي هاف وان بين براحته او زيس از ا بين ممكن نعمل ايجا عشر جمل على كلمة بين امر رصاص بينسل طبعا ننوع كده مش كله زيس اي هاف رح تقولتي شي هاز وان بينسل شي هاز وان بينسل الم واحد يبقى نخليها بينسل بس هنا الم ملونة اسمها كالرد اهي شكلها معينا في السور كالرد بينسل جاية من كلمة كالر ومحدش يقول لي كالرد غلط هي كلمة واحدة الاي معا دي في الاخرى هتنطعك انها دي بس كالرد كالرد بينسلز قلت اي هاف كالرد بينسلز كنوع من انواع الجمل وهو ممكن يقلف جملة كمان احسن مني بينت طب بعرف منين هيت نطعت ايه مش ايه قلت لكم لازم كتاب الصوتيات لما يكون عندي توفعوا لادرز حرفين متحركين بنطق الاول باسمه زي ما هو ايه بقت بينت براش بينت براش وقاليت لو بتوقف في الفيديو لحد ما تخلي الطفل يجرب كده معي بعد ما بزبط له الكلمة يقراها بقى كده يفتح يسمعها انا قلتها ايه بينت براش يعني فرشة تلوين وده شكلها بينت براش وقلت اي بينت انا بلون او بدهن ويز بينت براش بي عن طريق الفرشة التلوين طيب بينتس الوان او دهنات بينتس لوحدها الوان او الدهنات اللي على الحيطة دي وقلت حطها لكم في جملة زي زي سار بينتس ده الورق الملون زي اللي انتو شايفينو ده دي ورقة ملونة باك حقيبة طبعا عارفينها بك كتاب وقلف الجملة لتعجبك طبعا يمكن تطلع جملة احسن مني اهم حاجة يبقى فيها فاعل وفاعل نوت بوك مش نوت نوت بوك كراسة قلت اي رايت ان نوت بوك رولر مصطرة دي سيز رولر انت ممكن تقولي اي هف ا رولر اي هف تو رولرز بنسل كيس بنسل كيس مش كاس لاني برضو فيه اتنين متحركين فبنطي الاولاني زي ما هو ايه بنسل كيس this is my penسل كيس this is my penسل كيس يلا نكملهم مع بعض اوه تروحوا اي مكان انا عملها لكم و جمعة عندي الكلمة الطويلة دي بتاعت الالة الحسبة ولا اي حاجة تلوه سهلة مع مش صمر دلوقتي امسك المك وابسمها معايا تلاتة اتنين اتنين اه تلاتة كالكليتر تانية واحدة معايا اوضحها لكم ونحطها كمان برضو فين في جملة تمام ما تنطقوش حرف اليو حول ما تنطقوهاش في قاعدة برضو هتلاقوا في الصوتيات بتقولك الاحسن يفضل حرف الاولى مما ييجي قبل ار او اين ما تنطقوش يعني ما تقولش كالكوليتر زي ايوز اكالكوليتر انا بستخدم الالة الحسبة المقص تعالى زبط لك كلمة مقص الاس ما تنطقوش باقت سي وهنا ليت نطقت سي معانا عشان برضو في قاعدة الصوتيات والله كله في الكتاب الصوتيات حرف سي بينطق زي ما هو سي لو جي بعده تلات زباط اي او اي او واي يبقى اسمه سي والدابل اس هنا بتنطق زد سيزرز سيزرز وبردو هتلاقي قاعدة الاس ليه نطقة زد لما بتكون جاية ما بينتو فاولز او اتنين متحركين بتنطق زد مش اس يبقى سيزرز ولسه اي لقاعدة التالتة الاولى لما تيجي قبل ار او ان ما تنطقهاش كده الكلمة بيتجهزة على الاراية سيزرز سيزرز يبقى احنا بنساعد وبنفكره بالصوتيات ولما يتشطر في دراسة الصوتيات كمان هتلاقي هو اللي يفقر نفسه بيها ويعمل اللي انا بعمله ده في الكلمة يبقى سيزرز مقص محدش هشرح لكم سدقوني بالطريقة دي والله والله ربنا يعلم بشرح لكم زي الكورسز بالزبط مش مجرد يلا ارو هسماعكم كلمات والموضوع انتهى على كده فياريتنا اقدر ده ودوسوا لايك كده ودعمل مشاركة ودوسوا ونفعل الجرس ونشارك الفيديو كده ونعمل منشأة لاصحابنا للقناة ولو بيجاتب تشافين اللي انتو بتستفادوا منها اي كات انا قلت او انا بقطع او بقص باستخدام المقص وممكن تقول يا مي السمر ده مقص واحد لا احنا خدنا الترمي الاول اي حاجة فردتين هي بس جمع والمقص لي حدين فبالتالي هقول عليه these are حتى لو معايا مقص واحد مش these is these are scissors محل شوب زي i buy books انا بشتري الكتب add the bookshop add the bookshop من محل الكتب تمام او i buy toys نخلى i buy toys طالما قلت toy shop i buy toys انا بشتري i buy toys بشتري اللعب add the toy shop من محل الالعب انتو لسه صغنانين فا زي انتو عرفوا الفرق ما بين شوب وستور شوب بيبقى محل واحد في صنف واحد مثلا زي بوك شوب محل بيبيع كتب بس توي شوب محل لعب بس لكن ستور مطجر بيبقى زي كارفور كده وغيره بيبقى فيه اكتر من اكتر من بارتيشن وبيبيع حاجات كتير يبقى ستور تمام هذا يكون مطجر كبير ناتس بندق سوداني مكسرات كل ده بقول عليهم ناتس زي اي لايك ناتس انا فعلا بحبها اولا وحد ممكن اقول ديس ار ناتس اي جملة طالما صح وفيها فاعل وفاعل براحتك قولها تبقى صح ممكن تعمل جملة احلى مني كمان بعد كده دخلنا في لسن تو في كلمات الفروتس الفواكه والفاجتابلز خضروات وغايب لي ابلز تفاح we have ابلز اورنجز برتقال i لايك اورنجز بانانس these are bananas لمينز لسا يلين ال او لما تيجي قبل ال ان ما تنطقهاش ما تقولش لمونز لمينز زي لمينز ار يلو بعد كده جايب لي نامبرز الارقام وبردو بس انا شرحها لكم بطريقة احنا في كتب كريزي انجليش هتلاقوني عاملالكم الشفارات الجميلة دي زي ما انتو شايفين اي حاجة في اول هشر اخيرها تين ايدهم السمر دي حاجة متحكة كده انا حبيت اعملها لما يكون الكلمة اخرها شر اللي اوله شر اخره تين على دماغه لان غلط ان هو يحفظ ده هنقول شر ليه لان بيلخبط ما بينها ومن ساعة ما عملت الشفرة دي واولادي ما بقعوش يتلخبطه ما بين التلاتاشر والتلاتين اربعتاشر والاربعين خمستاشر والخمسين وهكذا بقت اي تلاتاشر اه فيها شر يبقى اخرها تين تيرتين اربعتاشر فيها شر يبقى اخرها تين فورتين عمرك ما تتلخبط وتقول فورتي انت بنفسك هتاخدك لعبة كده او هزار وتقول اه لأوله شر اخره تين انت ايها كده يا من السمر خمستا شر اه فيها شر يبقى تين شفتها تلاقيه قالها الوحدة وعمل ما يلخبطها ما بين الارقام في العشرات وبرضو حبيت تعمل عليها جمل زي ما انتوا شايفين وحتى نوع بقى في الجمل وانت ممكن تحط الرقم في جملة احلى مني كمان اما للارقام من عشرين لتسعين لا العشرين لتسعين ما فيش تين يبقى تاخدت لها تي واي ما فيها الشر يبقى ما فيش تين هتاخدو توني ثورتي اخرها تي واي بس فورتي اربعين ففتي خمسين سكستي ستين سفنتي سبعين ايتي تمانين ناينتي تسعين الكلمات لسه ما خلصتش انتوا عارفين ما بس بكوشة لما نخلص التجميع جابلي بعد كده تيم يعني فريق زي وي بلاي ان اتيم احنا بنلعب في فريق كلمة ريس يعني سباك i saw a race انا شفتي سباك مثلا جيبا عندي skirt جيبا skirt i have skirt i have already skirt i have blue skirt skirt يعني جيبا صديق فرينز صديق واحد فرين and We are friends We are friends These are children Classroom يعني فصل I clean my classroom I clean my classroom لسه فيه تاني للأسف الوحدة دي كانت طويلة بس أنا أقولتلك و أجمعلكم كل كلماتها بالجمل في فيديو واحد فلوس Money لكن عملة لما أحب أقول عملة جنيه وغيره وغيره و الدولار هقول currency 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 أما الجنيه pound العملة المعدنية اللي هي المعدن زي الجنيه وغيره اسمه coins كلنا عارفين بحطها في المكان عشان تطلع لنا أي حاجة إحنا عاوزينها زي مكان البيبسي والغيره pound أما الcoins العملة المعدنية لكن لو عملة ورق كم السمن how much زائد بلاس اللي علمت الزائد دي أشياء طرف فلسانك في الـ TH يلا things things عالم وعالد وعالد مصر ايجبت وبردو جمل أنا بس بوريك أمثلة بس أنت تقرأ الجمل اللي تعجبك وتألف الجمل اللي تعجبك people ناس زي there are a lot of people في ناس كتير food طعام I eat a lot of food أنا قلت أكل كتير قوي أو طعام كتير close في ملحوظة قلبوزة كده الناس بتحسب إن عشان حرف الـ S ده إن أنا هقولها closes غلط الـ S silent معينا ومش هتطنت يبقى اسمها close ملابس close منزل are close حتى لو جمع أو برضو بتنطق معي close منزل house this is my house I have a big house وألف جمل أحلى مني أنا بطلعك طالب فاهم وبقرأ ومش حافظ فين اللايك الجميلة والتعليقات sweets حلوة I like sweets toys ألعاب children have toys ياريت أحلى فيديو ستتعمل تبعتوها لي على الواتساب للأولاد وهم بيقرؤوا لو فهموا معي الدروس دي youseful الدروس طويلة وما تيلو أنا إليكم سبسيب أي حاجة في الوحدة حتى بجيب لكم الكلمات اللي فوست الأسئلة تمام فعشان كده تحسوا إن الكلمات معي طويلة يا مش سايبة حاجة للطفل علشان تساعدوا كمان على حل الأسئلة shoes pantalon pants jacket السيمة على الكيب تتنتق كيبس jacket t-shirt cactus sabbar bench a bunch of flowers or punish of flowers عندي punish of flowers بمعنى باقة ورد flower world this is a flower tree shugara grass حشائش قلنا كوين دي كلمات الo مع the i coym oil soil boy z-t تربة زراعية boy يعني ولد toys العاب وكلمة metal معدن ليه بقى هيبتدي يدخلني في كلمة metal عشان ابتدي اقول مثلا اكوين العملة المعدنية is made of metal مصنوعة من المعدن وقدر اقول paper يعني ورق زي a bill is made of paper يعني العملة الورقية مصنوعة من الورق glass يعني زجاج the window is made of glass الشباكة ديت امثلة عليه مصنوعة من الزجاج plastic 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 a chair is made of plastic الكرسي مصنوعة من البلاستيك sharpener برية i use a sharpener تقدر تقولي i have a sharpener تمام اوكي made of مصنوع من zay a t-shirt is made of fabric a t-shirt is made of fabric التشيرت مصنوع من القمش وعملة جميع جميلة للأفعال sell يبيع عكسها boy يشتري color يلون paint يدهن live يعيش count بيعد use يستخدم zay we use money to buy things احنا بنستخدم النقود علشان نشتري الأشياء need يحتاج zay i need water واعرفكم في الفيديو المتاني اللي فيه شرح الجرامر الفرق ما بين كلمة need وما بين كلمة want want يعني يريد zay she want suites she want suites وبكده نكون عملنا آخر فعلي معنا point بيشاور على عملنا تجميعة لأهم الكلمات وكمان في نفس الفيديو جمعت لكم معاهم الايه الجمل وبنقلف على كل كلمة جملة زي ما انتم شايفين والأحلى ان الطفل يقلف الجملة بدماغه بنفسه ودي تبقى مجرد نمازج يقراها لكن لو قلف الجملة لوحده وحطيك كلمة في أي جملة تعجبه يقلفها بينه بنفسه في دماغه بالعربي وبعد كده الترجمة هتبقى رائعة وهتسبت الكلمة وهيرجع جرامر لانه هيبقى مركز ان يكتب جملة صحة من فاعل وفاعل وبكده نكون خلصنا الكلمات كاملة انا ما بسيبش كلمة بجيب لكم الكلمات اللي في الكتب والكلمات اللي ما بين اسئلة الخبايا دي علشان لما يخش على حل الاسئلة يحل الوحده هعرفكم لسه فيه فيديو هين كمان فيديو كامل هناخد فيه شرح الجرامر وشرح لزي يكتب الارقام المركبة ويجاوب علي ياسوي انه في حالة الجامع والفرق ما بين وانت ونيت كل دي افكار معانا في الجرامر وبعد كده بنعمل في الفيديو التالت عشان نكون خلصنا الوحده في ثلاث فيديوهات بنعمل فاينال اجزام يعني امتحان شامل على الوحده لو الشرحة عجبك التجميع عجبكم ريحاك علشان مش منفصلة كل شوية درس لوحده ياريت تدوس لايك واشتراك وتقولي رأيك في الكامل وياريت بليز كل اللي بيحبني بجد ومستفيد مني هسألك ان انت ترى الفتحة الوالدي وكمان تعمل مشاركة للفيديو ده بليز كل اللي بيحبني اي لابي اي لابي اي لابي اي لابي اي لابي